ارتفع مؤشر نيكاي الياباني لأعلى مستوياته منذ فبراير 1999 بعدما تلقت شركات التصدير دعما من تراجع الين كما قل الحذر المتعلق بزيادة معدل الفائدة بعد صدور بيانات تشير إلى انكماش قيمة الأجور وصعد مؤشر نيكاي بأكثر من 11% في ثالث يوم على التوالي من المكاسب ليغلق عند أعلى مستوى في 34 عاما صعد المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا بمعدل 16% هذا وهبطت العملة اليابانية 19% مقابل الدولار بنهاية التعاملات أمس ويدعم تراجع الين أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها إذ يزيد قيمة الأرباح التي تسجلها في الخارج بقيمتها بالعملة المحلية عندما تستعيدها الشركات لليابان اشتركوا في القناة